أسوأ حاجة ممكن الواحد يعيشها هي الوحدة والوحدة مش معناها أن احنا نكون لوحدنا لا ممكن يكون حوالينا نسكتر قوي وبرضه حسين بالوحدة وأسوأ ما في الوحدة أنها ممكن تخلي دماغنا تشتغل في المصايب والقوارث وبس وإزاي نيزغرنا ونضمره ونهايتها صعبة قوي أنا نوح 24 سنة من صغري وأنا وحيدة ماليش غير بابا كمال وماما داليا ودايما المشهولين عني كبرت وكبرت معايا وحدتي وفي يوم صاحبتي اللي معايا في الكلية جاد تحكي لي مشكلة لها وكانت بتعتبرني أحد موثوق منها فرحت قوي إن أخيرا حد فيها يهتم مني أسمعه ويسمعني وبعد ما عرفت كل حاجة عنها بقيتها هددها ولما لقيتها مزلولة ليا وبتعمل اللي أطلبه منها عجبتني الحكاية وقررتها أكتر من مرة ما عرفش إيه سبب إن نعمل كده بس اللي عاست وقتها إن دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تديني اهتمام أو إيه ما عند حد ومرة على مرة جات لفكرة أطلع بيها من الوحدة اللي أنا عايشها وفي نفس الوقت محدش يعرف حاجة عني زي ما تقولوا كده كبرت في دماغ الحكاية دي وابتديت رأي بالناس واشوفهم عايشين إزاي وفعلا في يوم بعد ما تخرجت من الجامعة كان وقتا عند فراغ كبير جدا وحسب زهق وملل وما فيش قدامي غير الفيسبوك عملت حساب على الفيسبوك بإسم إيمان طبعا ده مش إسم الحقيقي وعملت جروب على الفيسبوك وسميته أسرار وحكايات والغريبة إن الجروب ده انتشر وكبر في وقت صغير قوي عدى المليون متابع في شهور بسيطة والناس بتحكي كل مشاكلها وهم مواصقين فيه وأنا كنت بغدهة تسلية وتقديط وطفره وده لأن الناس من الكابت اللي هم فيه ما صدقوا يلاقوا ناس واحد ما يعرفوهاش يحكو لهم كل حاجة عشان كده بقيت وصلوا معي وحكولوا كل أسرار وأنا بقيت أسمع لهم كويس وخليهم يسقوا فيه وحدة واحدة بقيت أقابل ناس منهم في الواقع وارفع عناوين وأعرف عناوينهم وهم كمان مين وأبدأ أساومهم وأبتزهم بصور لهم معي كنت بفرح قوي كده المهم إن أتسل أتسلوا بس وأشغل وقتي وأكون محور اتمام كل اللي حوالي عشان ما فكرش في وحداتي وعشان بابا وماما ما يحسوش بكل اللي بعمله كنت بقى فل علي قطي وأتكلم براحة وهم كده كده مشغولين عني بحياتهم وفي يوم جات الإرسالة من واحدة أسرت فيه قوي كانت مشكلة معقدة ما لهاش حد عرفتني بنفسها وعرفتني إنها اسمها أسماء وعرفت كل أسرار بدأت كلامها بإنها كانت متجوزة واحد ما كانتش بتحبه ولا ضيقاه ودايما بتعانيت معي بس هو كان بيحبها جدا وفضله متجوزين كام سن لحد ما ظهر فجأة في حياتها واحد عامل عندها في الشغل اسم محمود وبعد كم شهر حبته لدرجة الجنوب وهو وعدها بالجواز فأصرت على اطلاق وفعلا جزهت للرقى وبعد ما اطلقي راحت لمحمود وتقابله وتقرب لها أكتر واعترف لها إنه كان بيحبها من زمان وهي كمان حبيته وثقت فيه وبقد قد تروح مع شاقته لحد ما اكتشفت إنها حامل بتقول إنها كانت طائرة من الفرحة وقتها وجرت على محمود عشان تبلغه ويتجوزها رسمي لكن للأسف محمود أنكر إن جاننته ابنه وطردها من شاقته وسافر ومتعرفش ما كانوا فيه وقتها نهارت من العناقات وفجأة اتصل طلقها علشان يتطمن عليها حكيت لي إنه هو زي ما يكون طوق النجاة اللي جالها في الوقت المناسب لحل الأزمة دي ما كانش قدامها حل غير إنها ترجع له تاني وهو فرح جدا ورجح لعزمته وبعد شوية بلغته إنها حامل كان هيطير من السعادة ومش مصدق نفسه وعدت الشهور وخلي في البنت زي الأبا كل ده هو فاكر إن البنت بنته لكن في الحقيقة هي بنت محمود مش بنته وفهمته إنها بنت سبع شهور وهو كان نفسه أي طفل يعوض عن سنين الحرمان وبعد ما تولدت البنت أبوها كان بيحبها جدا وكانت كل طلباتها مجابة ومرفها جدا وكل ما تشاور على حاجة ينفزها لدرجة إن أمها كانت بتغير من حبه لها وبتتخانق معا بس هو كان بيضحكها ويهديها وبعد كده حكت إنها انتبعت لشغلها وبدأت تدي كل وقتها لأنها برضو لسه ما بتحبش جوزها عايشة معها عشان بنتها وبتدي كل طاقتها وقتها لشغلها وبقت مشهورة وكل ما شغرتها كانت بتزيد الفجوة بينها وبنتها بتزيد لأن ما كانش عندها وقت تخلي بالها منها واللي طمنها أكتر إن أجوزها بيحبها وفاكرها بنت فكانت بتحاول تعوض بعدها عن بنتها بالفلوس كانت بنتها فلوس كثيرة جدا ومتسألها شوديتها فين ولا عمرها سألتها تأخرتي ليه وكملت وقالت إنها انشاغلت أكتر في النوادي والحفلات والجامعات الخيرية لأنها بقت سايدة مجتمع وعدت سنين والبنت كبرت وبعدت عنهم خالص وبقت مشغولة هي كمان رغم إن كل الناس بتحسدها على موتها وبابها بس دايما نزاها للناس بعيد قوي عن المستخب والمشكلة هنا إن محمود رجع من السفر بعد مخسر كل فلوس وفجأة وأنا بكلمها نتفصل ولما النت فصل وسكت عن الكلام تغسط قوي كان نفس تكمل الحكاية وبعدها بيوم فتحت ولقدر سلامنا بتعتذر لي إن جزها دخل عليها وكان لازم تقفل النت ساعتها الفار لعب في عب من ناحيتها قلت إنها أكيد بتفبرج والقصة دي من خيال أيوة ليه لأ ويمكن كمان صورتها وإسمها مش حقيق إنهم مجرتها في الكلام وبدأت تكمل لي وتقول لي إن محمود ابتدأ يساومها يا أما تدد له فلوس يا أما يقول لي جزها لحصل كل اضطرت تدد له فلوس مرة واثنين وثلاثة عشان يسكته ويباد عنها بس تخلاص أعصابها بازل وهو كمان ما بيبطلش يطلب فلوس وبقت خايفة يبتزها أكتر من كده وبقت متوقع أنه يعمل أي حاجة في أي وقت ويقول له جزها وساعتها هتبقى خسر الكل اللي هي عملت وضيعت حياتها بإيديها بغلطة غلطتها في الماض وهتخسر شغلها تغير سمعتها وفدحتها فوس النار لحد ما خلاص دماغها وقفت ومش عارفة تعمل إيه ومش أغلت فقط وقررت تكلم وهي بتكلمني عايات الجام حاولت هديها مش عارفة ليه كلامها لمس قلبي بعد ما كنت شك أنها بتكذب علي بعدت رسالة قالت لي أنها عشمانة فيه وأن الأمل الأخير ليها عشان تحل مشكلتها وتخلص بمحمور وبرغم أنها مدمانة قوي بس مش قادرة تسامح نفسها ولا عارفة تعمل إيه أنها حاسة أنها مهددة بالفضيحة وضيح حدياتها بأي لحظة وكل ما تشوف جزها جاي عليها أو يكلمها لتخير أنه عارف وهي موال وهي أكدت لي أنه أخد منها فلوس كثير قوي وبرضو لسه بيهددة وما هيش عارفة تنام حاسة أنها عايشة في كاموس وكل ما بتنام بتحس أن فيه حد بيخنقها لدرجة أن هي بتفكر تموتها عشان سري موت معا ما يكذبش عليكم كنت بسمعها ودموعي نازلة الوحيدة اللي ملقتش حل لمشكلتها فعل بكنتش عارفة أقول لها إيه أنا نفسي كنت حيرانة زيها بالزبط بس في نفس الوقت كنت مبسوطة أن بقسة بسقط الناس فيه والوحدة ما تعرفنيش بتحكي لي موضوع خطيص دي ده طلبت منها نتقابل علشان نفكر إزاي نخرص المشكلة دي ما ينفعش عنه لازم قعدة وتفكير وتذبتيلي بالأدلة عشان عارف غراجت من المقزق ده وطبعا أكدت لها أني لازم ألاقي لها حل المشكلة مع أني كنت زيها وقع في شبريمي وطبعا كاتنية إن أنا سواء ما أخذ منها فلوس آه طبعا لازم ينبلم الحب جانب وما لا يصدعهم دماغي بمشاكلهم من غير فلوس اتفقنا نتقابل في كافية مشهور وخدنا أرقام بعض عشان نوصل ونرن على بعض وقالت لي أن رقامها ده سر للغاية وما يعرفوش حتى جوزها وبنتها ده رقم خاص بها هي بس قلتها لا ما تخفيش أول ما روحت مسكت تليفوني ورنت عليه لقيت ماما فوش وبترد علي معقولة اللي في دماغي صح؟ معقولة أنت يا ماما صاحبت المشكلة؟ بسط لها قوي هي فهمت لسه هتتكلم وقعت في الأرض واخدناها على المرتشوى وبعد يومين اتحسنت وفاء بس ما قددتش أجيب عيني في عينها في يوم وليلة حياتي كلها تقلبت فجأ ما بقتش عارفة أنا مين ولا بنتي مين عشت عمري كل وحيدة لدرجة خليتني أمل لفراغي بألام الناس وأوجعها ما كنتش عارف أنها توجع زيه ما كنتش عارف أن الكاس دوار وأن الدنيا لازم تلف وأن كل بيت مقفل عليه بلاوة لو حاولنا نكشفها أكيد في يوم هتتردلنا وبعد ما كانت ماما في نظري هي السيدة الفاضلة سيدة المجتمع اللي للنهار بتتكلم عن الأسرة السعيدة ودورها في تربية الأبناء وتعليمهم والتضحية بقت في نظري أسوأ إنسان شفتها في الدنيا ما بقيتش طيقة شفها ولا عرفها تاني كل اللي نفسي فيه إنها ترد وتتكلم بكلمة واحدة بس وتقول لي أنا بنتي مين وتقول لي إزاي هقدر عايش مع راجل ده تاني وهو ما طلعش أبوي ويطر أقول له ولا أسكت أنا مش قادرة أصدق إن حياتي كلها كانت كتبة حسن في كابوس نزلت وقتها من البيت وفضلت ماشية مش عارف أروح فين ولا عمل إيه رجعت بالليل لمته دومي وقررت أفتح ملجأ للأيتام اللي زي بمبلغ صغير كان معي أهو أبقى قاعدة في مكان يستهلني وشبهي أنا ماستهلش أعيش مع أب زي جوز أمي طراجل عظيم وفي يوم ونقاعدة مع البنات في الملجأ لقيت ماما وهي جامعة ومعها صعفية لأنها قررت تقوم بجولة بدار الأيتام ولازم طبعا ده يحصل تحت عيون الصحافة عشان سوارها تنلى الدنيا وبالبنت العريب السيدة الفاضلة تهتم بدار الأيتام وأطفال الشوارع وتفجأت لما شافتني المرة دي ما قادت شمسك نفسه وتردتها وتردتهم كله وهي خافت لفضح ومن صدمتها واعت وماتت الأمل الوحيد اللي كنت هعرف منه طرق أبوي الحقيقي مات وهي ومات معها رحت على الملجأ لقيتني بفتح اللابتوب ولقيت كمية صور كتير قوي كل ما بص وشوف بشوف ناس من اللي أنا قزيتهم جموع تجري وحس إن قد إيه كنت حقيرة بسرعة طلعت عناونهم ولفت عليهم ومدتهم فلوسهم وترجتهم يسمحوني ويدعوا لي في منهم اللي قبل وسامح ومنهم اللي ما قدرش يسمحني وطبعا من حق ما نكنت واخد الموضوع لعبها لحد ما قلبت بجد وبقى أصعب جرح لي وفي يوم جالي خبر إن بابا تعب علي فقصد جزء أمي جريت عليه وقعدت جم تقع إن هو ده أبوي الحقيقي هو اللي رباني وعلمني وهو تخدع زيه وقبل ما يموت بصلي وقال لي أنا عارف إنك مش بنتي لإني ما بخلفش لكن أنا حبيتك زي ما كنت أحبي بنتي وأكتر ولو كنت خلفت بنتي ما كنتش أحبها قد ما حبيت ولما عرفت سطرت على أمك وما حبيتش أجرحها ولا فضحها سمحي يا بنتي انت كمان سمحي علشان الناس تسمحي سمحي علشان مهما كان دي أمك وكلنا مليانين عيوب وأخطاء تعرفي النساتة ده نعمة كبيرة قوي وكل ما نصر على الناس ربنا يصرها علينا ومع كلمته دي افتقرت اللي عملته في أسرار الناس وفضايح اللي نشرتها وكل ما افتكرها كأن سكينة بتدخل في قلبي وتقطعها ودي كانت آخر وصية منه لي ومات بعدها مات اللي ربه وحبه بدون مقابل مات أكبر قلب شفته في حياتي ورجعت بعدها على الملجم لقيت في الحب والوناس اللي كنت بدور عليه لقيت الناس اللي هناك شبه قوي قدرت تتقلم معهم بسرعة ومع الوقت خرقت من وحدتي بس المرة دي خرقت بتريقة صح لأنك اشتغلت وكبرت الملجم وبقالوف روع في أكتر من مكان قدي ايه حساس جميل لما أشغل فراغي بالوقت الصح ومع الناس الصح قدي ايه بتحس انك لك ايه موهدة لما توظف مشاعرك في الاتجاه الصح والسليم دي حكاية وقبل منهيها نفسي تجاوبوني على سؤال محياري وشاغل بالي يا ترى الاب هو اللي خلف ولا هو اللي